ألو ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك دكت في نعمة ما دمت بحمد ربنا لو سمع كنت عايزة أسأل حضرتك سمع ما حطم الجهر بالقراءة في صلاة السنن في صلاة السنن من صلاة السنن صلاة التراويح وهي تصلى جهرا كما تصلى صلاة العشاء ومن صلاة السنن صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأطحى وهي تصلى جهرا وما ثبت فيه السرية ينبغي أن نلتزم فيه بالسرية وما جاز فيه الجهر نجهر فيه شكرا أنا بقول لحضرتكم آخر حديث نبوي في فضل صورة البقرة والحديث زغال عندي جدا وربنا يفكرني ويفكركم به لأنه حيشير من عندنا حمل جامد أوي يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفتاه أبح من قرأ الآيتين الله ينقره آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هاتان الآيتان آخر سورة البقرة سيدنا محمد عليه وسلم قال لي أرأى الآية تنجل كفتاه فماذا قال السادة العلماء في تفسير كفتاه واحد كفتاه عن قراءة البقرة كلها اتنين كفتاه عن قراءة القرآن الكريم كله ابح تلاتة كفتاه عن قيام الليل الأولى اختارها التن يختارها التن تختارها المهم تعرف إن ده من أصح الأحاديث في فضل صورة البقرة أن الآيتين الأخيرتين ويكفي أن الآية الأخيرة 286 كلها دعاء وخير الدعاء دعاء القرآن الكريم يليه دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يليه ما قال بخاطرك وأردت أن تبعو الله به هذه الثلاثة مرتبة شكرا شكرا